اشتركوا في القناة يثبت الحال تثبت الأحداث أن العراق تحت حكم الميليشيات والحديث عن الديمقراطية والحديث عن وجود حكومة ووجود أحزاب ووجود ديمقراطية وحرية وسيادة وهيبة للدولة والمحافظة على الهيبة وكل هذا الحديث هو حديث وراءة حقيقة يوم بعد يوم يثبت في العراق أن من يحكم العراق هي العصادات والميليشيات قبل أيام مثلما قلنا وبعد ضغوطات كبيرة وبعد حديث كثيرة كانت هناك محاولة وخاصة بعد أن انطلقت مرة أخرى ثورة تشرين بخطوة جديدة في يوم 25 آيار يوم الثلاثاء الماضي كانت هناك خطوة لامتصاص زخم هذه الثورة للقول أن الحكومة تسعى لتلبيط مطالب الجماهير الغرض من هذا كل دفع الناس إلى القبول بالواقع والذهاب إلى الانتخابات لأنه واضح ثبت لهم أن الشعب سيقاطح هذه الانتخابات مئة بالمئة مهما فعلوا مهما كانت دعاياتهم مهما جوا بحكومة مهما تكلم الكاظمي مهما كانت هذه الظاهرة الصوتية لها أنصار ولها مؤيدين ولها إعلاميين هنا وهناك يروجون لها لكن الشعب مقتنع أن الحال هو الحال والعراق من سيء إلى أسوأ وهذه الحكومة لا تختلف عن غيرها والعملية السياسية هي بيته الدرس في هذا الجو راحوا قالوا أن هناك أوامر باعتقال أحد القيادين أحد قيادي الميليشيات من الحجد الشعبي قالوا اسمه قاسم مصلح وقالوا أن القوات ذهبت واعتقلته وقالوا أن قوات أمريكية طائرات أمريكية معهم لا أعرف هذا الكلام الأفلام الكثيرة التي ترافق هذا الحديث والتهويل المهم قالوا تم اعتقاله وإذا بالدنيا تنقلب يعني تقوم ولا تقعد مثل ما يقال وإذا بالميليشيات تنتشر في بغداد تحاصر المنطقة الخضراء يهتفون ضد الكاظمي وإذا بالكاظمي محاصر في بيته وفي مقر عمله والمنطقة الخضراء مخترقة والميليشيات داخل المنطقة الخضراء ومباشرة صدرت بيانات من هذه الميليشيات من الحجد الشعبي تقول أنه تم اطلاق صراحة لكن هذه الحكومة ما تسمى بالحكومة هذه السلطة يعني ادعت أنها ما زالت يعني قد ألقت القبض عليه وما زال هو رهن التحقيق وهذه كذبة كبيرة لأن الكثيرين من القيادات قيادة الحجد الشعبي أكدوا أنه قد خرج وذهب إلى داره والأمور بغير شكل والدليل أنه واحد من قيادهم اللي هو أبو علي الكوفي وقال قدام الكاميرات قال نحن الحجد الشعبي وحمل العراق من نية كبيرة قال احنا الحررناكم حمينا شرفكم الكلام الكبير اللي يحكوه هذا كعصابات وميليشيات واحنا بالنس قال الحجد الشعبي أمة إذا كان الحجد الشعبي أمة هذه مصيبة كبيرة ولا يمكن لأحد قال لا يمكن لأحد أن يعتقل أحد قياداته احنا يطلبون من عندنا واحنا نشوف شون اللي ممكن أن نعمله وبالتالي سيطلق صراحة وراها حتى الكاميرات الموجودة قال يعني انتظروا دقائق سنأخذه معنا وفعلا هم ما أخذوه يعني بغض النظر عن تخرج صورته ولا تخرج لأنه هذه مو المرة قبلها اعتقل الكاظمي 14 من الذين يضربون الصواريخ وقواعد الصواريخ وياهم أرهاب وأربع أرهاب مثل المادة اللي ألقوا القبض بها على هذا القياد قاسم مصلح أربع أرهاب وإذا بهم يطلقون صراحهم ويصوروهم وهم يدوسون على صور بشزماتهم ببساطيلهم على صور الكاظم اللي هو القاد العام قاتم مصلح ورئيس الوزراء واللي هو ملتهي في يعقد اجتماع مع الخلية الأمنية اللي يسميها والقوى المدرمنه وتعهدات وبيانات ليس لها أي طعم ولا معنى وهيبة الدولة والحديث عن هيبة الدولة وإذا بالميليشيات هي التي تقول كلمتها وتقول رسالتها للجميع نحن هنا ونحن نحن حكام العراق ولا أحد يحكم العراق قيري الميليشيات فبالتالي حتى الحديث اللي قالوا أنه اتهموا هذا القيادي في الحج الشعبي وألقوا القبض عليه بسببه لأنه قتل المتظاهرين واحدة من أمهات المتظاهرين المغدورين قالت كان يهدد ابني وكان يقول سأقتلك ولو بقي في حياة يوم واحد وهدد أكثر من مرة واضح جدا وإذا بالميليشيات هي التي تقول كلمتها وهي الحاكمة وهي الآمرة الناهية في العراق والحديث عن الهيبة والسيادة وقوات الأمنية والمعرف منه كذبة كبيرة هذه المنطقة الخضراء هذه التظاهرات السلمية اللي يقمعوها بالقتل والذبح والسحل لا يستطيعون عليها لكن لا يستطيعون على الميليشيات التي تستعرض في بغداد في عز النهار وتحاصل منطقة الخضراء وتدخل المنطقة الخضراء وتحاصل مقر رئيس الوزراء وحتى بيته وتقطع كل الشوارع وتهدد وتشتم وتتحكم على الحكومة لا أحد يحاسبهم ولا أحد يستطيع أن يتعرض لهم إذن من يحكم العراق؟ وبالتالي من يحكم العراق هي الميليشيات وهذه الدول الخارجية الرأي العام العالمي والإقليمي الذي يتحدث عن حكومة وعراق وعلاقات عليهم أن يخجلوا من هذه القضية ويعيدوا النظر ويعيدوا الحسابات في هذا البلد لما المتحدة تقول أني علقتها الحادث انتشار الحشد في المنطقة الخضراء سلوك يضعف الدولة وهي الدولة متى كانت قوية؟ ما هي ضعيفة من يومها؟ من عام 2003 لحد الآن والأمم المتحدة جزء من ضعفها هي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم الذين ضعفوا العراق ويريدون أن يضعف العراق وهذه بلس خارت وغير بلس خارت هذه الرموز القبيحة للأمم المتحدة في العراق ليست سوى مضلات ليست سوى مصدات لهذه الحكومات لهذا التغول لهذا الاستبداد أن يكبر وأن يقتل الشعب كل وسائل الإعلام العربية والعالمية لم تتناول قضية عودة التظاهرات في العراق لم تتناول قتل العراقيين في الشوارع لم تتناول كل ما يحصل في العراق وكأن العراق خارج الزمن خارج التغطية خارج الظلام لا يريدون أن يقولوا شيء يعني دعوا العراق بحاله ودعوا في مأساةه وكارثته ويذهبون للحديث لممتحدة وغيرها يذهبون للحديث عن الانتخابات أي انتخابات ألا تخجلون ألا تستحون من ما هذا الذي يحصل الشعب في كارثة الشعب العراقي يعاني من كارثة كبيرة الكارثة تكبر وتتعمق وتأكل أبناء وتأكل حياته وتأكل أحلامه وتأكل في كل يوم كل إمكانية للنهوض هذا ما يحصل في العراق وهذه الميليشيات تقصف وتقتل وتذبح وتغير ديمغرافي وتسيطر وتسرق وتنهب ولا أحد يقول لها ماذا تفعل وهي الحاكم الناهي للعراق وهي من يحكم العراق وهذا واقع الحال وغير هذا الحديث مجرد هراء وكذب أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم